بسم الله الرحمن الرحيم بتكمل الدرس السادس في تعليم sketch up في القائمة ال ال view في عندنا ال edge style في ال profile يعني هنا display edge بتبين الحروف بخطوط غمقة شوية لو قلنا profile بيتقيلها بالحروف الخارجية لو قلنا هنا edge style depthq بياخد الخطوط الرئيسية بيتقيلها واللي في الاعلي يظهر عن اللي في الخل تحت زي ما احنا شايفين هنا وتحت ما بيظهرش في ال extension ده بيعمل استطالة شوية زي الرسم المعماري زي ال مهندس المعماري اللي شغال بيعمل لها تشنيبة كده زي تشنيبة زي ما احنا شايف زي ما احنا شايف يعني المخطط تلاقي الرسمة فيها تشنيبة زي ما احنا شايف مش هايز ازود بس هاي واضحة يعني ان هنا فيه فيه زي تشنيبة كده بنرجع تاني بنرجع تاني للقائمة view طبعا خدنا احنا الفيس style x-ray طبعا بتباين زي ما يكون المنطقة من داخل شايف لداخل بندوس على تاني خلاص ترجع احنا هي طبعا هي نفسها الاكسرية هنا ده الوير فريم لو ضسد كده بيوري لك الخطوط الخارجية hidden line بيغفل الخطوط الداخلية هنا بيباين لك طبعا شادد ده طبعا شادد ده طبعا شادد مني كروم بيدي دون كروم يعني فيه عندنا component edit لو احنا دوسنا هنا hide rest of model ده تستعمل تثبيت اظهار النموذج عند تحرير المكونات دوسنا لو قلنا hide similar طبعا ده مواد هذه القائمة تستعمل لتثبيت المكونات المتشابهة عند تحرير المكونات موسيقى موسيقى اشتركوا في القناة